يعني ليس ببعيدة عن الرياضة الحديث ربما يستمر عن الصحة العامة وصحة القلب بالتحديد من يومين تم الإعلان في أسبانيا فمؤتمر القلب الأوروبي عن أكبر دراسة طبية عالمية عن الدلائل الاسترشادية لأمراض القلب من أجل صحة أفضل لقلوب البشر الدراسة دي شارك فيها عدد كبير من أطباء القلب في مصر وتم نشرها في أكبر الدوريات الطبية العالمية خلينا نرحب بدكتور علاء الغمروي استشاري أمراض القلب واحد المشاركين أو الأطباء المصريين المشاركين في هذه الدراسة العالمية بنصبع حكا فندم وألف مبروك على هذا الأمر وهذا التقدم العلمي صلاح الخير ومبروك لمصر كلها طبعا أن مصر أصبحت على الخريطة البحث العلمي العالمية وده أعتبر أن اسم مصر يرتفع في سماء برشلونة بأسبانيا وأن تكون لها المساهمة والحماس أن تكون موجودة في صنع الدلائل الإرشادية لأمراض القلب ده الجديد إن إحنا ما ننتظرش العالم يقدم لمصر الدلائل لكن مصر النهاردة الحمد لله بجهود علماءها علماء القلب في مصر من الجماعات المصرية ومن وزارة الصحة قدروا يكونهم يثبت وجودهم بل أن كان لنا تكريم كبير جدا من المعهد الكندي للأبحاث لدور مصر الكبير في إنجاح الدراسة دي اللي بدأت في يناير 2017 وتم نشرف 28 أغسطس وانطلقت من مؤتمر جمعية الأقلب الأوروبية في برشلونة خمس سنين من الجهد خمس سنين من البحث العلمي 14 مركز في جمهورية مصر العربية ما بين الجماعات المصرية الأصر العيني وعين شمس وإسكندرية وبانها وباني سويف والمينيا وقناة السويس ومراكز وزارة الصحة كل دول اجتمعهم برفع اسم مصر عاليا بين هذه الدول وكان فيه تأدير كبير جدا من البحث الرئيس للدراسة في كندا لدور المصري لإنجاح هذا العمل توصلتوا لإيه بقى يعني آه توصلنا لإيه احنا كانت الدراسة بتهتم بمرضى روماتيزم القلب الذين يعانون من الزبزب الأزنية وإزاي نقدر يتم الوقاية من حدوث الجلطات وكان فيه استخدام لأدوية التقليدية المانعة للتجلط مع الأدوية الحديثة وأثبتت كانت الدراسة أثبتت فاعلية وأمان الأدوية التقليدية لحماية المرضى المرضى الذين يعانون من نورماتيزم القلب والزبزب الأزنية من حدوث الجلطات وده كان يعني زي ما قلت حضرتك بحث استمر على مدى خمس سنين كان معانا 24 دولة مصر كانت في المقدمة والحمد لله حصلنا على شهادة تأدير من من كندا وطالبوا مننا الاستمرار في الأبحاث القادمة وده أعتقد أن وزارة الصحة ووزير الصحة المصري الآن الأستاذ دكتور خالد عبدالغفار بيدي اهتمام كبير جدا لقضية البحث العلمي وأن تكون هناك تعاون ما بين الجامعات المصرية ووزارة الصحة طيب دكتور خليني الأول نتكلم مع المشاهدين ونفهم مع حضرتك كده إيه هو أصلا أسباب المسببة لروماتيزم القلب ويعني إيه روماتيزم القلب يعني البيشنت أو المريض بيتعرض لإيمن وعاكات صحية وطبعا الزبزبة الأزنية ده سؤال جميل جدا وإحنا الحمد لله كانت مصر لها الريادة على فكرة في مكافحة مرض روماتيزم القلب وده يرجعنا أن إحنا مصر حصلت على جائزة منظمة الصحة العالمية لتعزيز الصحة في جنيب في 2015 للدور مصر الكبير في يعني نقدر نقول القضاء أو محاولة القضاء الكبيرة على هذا المرض الحمد لله دلوقتي ما عادش عندنا حالات حديثة لكن عندنا حالات اللي هي أصيبت من قبل نيجي إيه السبب؟ السبب بسيط جدا جدا بيبدأ من التعبات الحلق جالي الطفل جاله التعب في الحلق في سن المدرسة متعليكش صح المرض بدأ يطلق رصاصاته على صمامات القلب الصمامات اتدمرت حالق نتكلم اللوز يعني اللوز عاو سواء التعبات الحلق أو اللوزتين اللي بتسبب بسبب الميكروب السبحي هذا الميكروب إذا ما خدش لابد أن احنا بناخد مضاد حيوة عشرة أيام اللي بيكتبه الطبيب أو بدل العشرة أيام بناخد حقنة واحدة بين سنين طهول مفعول اللي بتقضي على الميكروب السبحي تماما طب ما خدناش كده هذا الميكروب زي ما قلت لحضراتك كده بيروح يدمر صمامات القلب اللي بيأجد بعد كده في سن الشباب ممكن نحتاج إلى عمليات قلبي مفتوحة إذن البداية كانت بسيطة حاجة بسيطة جدا نهتم بعلاج التعبات الحلق والوزتين عشان ما نوصلش للخطر الكبير اللي الدولة على فكرة بتهتم بهذا المرض وجهز الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة في 23 مايو كان له لقاء كبير في منظمة الصحة العالمية واتكلم على دعم مصر لمحاربة هذا المرض ودورها الريادي ونقل التجربة المصرية فعلا إلى الدول التي تعاني من روماتيزم القلب على مستوى أو الدول اللي بتعاني على مستوى العالم أما زبزبة الأزنين بقى الزبزبة الأزنية بقى لما بيحصل مضاعفات روماتيزم القلب على السمامات ومع بمرور الوقت بيحصل تضخم في الأزين الأيسر وبما يؤدي إلى حدوث زبزبة الأزنية زبزبة الأزنية يعني بيبقى فيه عدم انتظام في ضربات القلب وده بيبقى المسبب الأساسي إلى حدوث وتكون الجلطات لذلك إحنا في مصر هنا بنهتم بالمتابعة والاكتشاف المبكر اللي هو مهم جدا لأن الوقاية خير من العلاج دور وزارة الصحة أساسا هو الوقاية أن احنا ما ننتظرش مضاعفات المرض ونكلف الدولة مليارات من الجنيهات على الدولة بتتكفل سواء عن طريق نفة الدولة أو عن طريق التأمين الصحي بإجراء جميع عمليات القلب المفتوحة لكن احنا بنقول طب احنا مش عايزين نوصل لكده احنا عايزين نعمل للوقاية اللي هي جنيه وقاية خير من ألف جنيه ده يتحقق إزاي؟ يعني عندنا برامة ده رفع الوعي الصحي وده فعلا احنا بنعمله يعني احنا الحمد لله لنا مبادرة سلامة قلبك اللي بنشارك بيها في مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي حياة كريمة يعني كان معانا برضو مؤسسة الفنان محمد صارت في أزيل مبادرة ان احنا بننزل نرفع الوعي الصحي نفهم الناس يعني دور ازاي نعمل ايه مسببات المرض ازاي الوقاية منه بناخد معانا أحدث الأجهزة في عربية متنقلة بنوصل للعزب والنجوع عشان نعمل اكتشاف مبكر احنا كل حالة نقدر نحفظ عليها من البداية بدأ من وصلها على عملية قلب المفتوح ده بيعتبر انجاز كبير جدا انما ازاي بقول لحضراتك كده ان احنا الحمد لله وصلنا دلوقتي على مستوى مصر كلها انه لا يوجد اي حالة حديثة كويس او حالة حادة لحدوث رموتز من القلب ولكن احنا بنتابع الحالات اللي هي حدثت من قبل ان هي نقدر ازاي نوقف تقدم المرض ويعني تابعنا كتير ان في حالات بعد ما خدت العلاج بتاعها لو بياخد حقنة بنسلين طبعنا فيقول كل اسبوعين الحمد لله تشوفوه تماما من هذا المرض احنا اكيد بنطالب طبعا من جميع المواطنين اللي عندكم اولادكم حاسوا باي التهابات في اللوز انه نعالجها على طول لكن خلينا نرجع تاني للدراسة المهمة قوي دي وعايزين نعرف من حضرتك يعني ايه هي الدراسة الاكبر على مدار خمسة عوام يعني سابق كويس الدراسة دي يعني نظرا لاهتمام من منظمة الصحة العالمية بمرض رموتز من القلب اللي اصدره له قرار في 2019 موجه للدول التي تعاني من رموتزم القلب بيوضع هذا المرض كاولوية من اولويات وزارات الصحة في العالم فكانت هذه الدراسة ان احنا بنشوف مين العقار اللي هو افضل اللي بيقدمه قاياة آمنة وزوفة عالية للمرضى اللي يزعونونا من رموتزم القلب وده اللي بيدخل بعد كده في المؤتمر اللي بيعقد سنويا من جمعية القلب الأوروبية انه بيخضم هذه الدراسات وبيبقى لها نتائج على رسم الدلائل الشادية للأمراض أمراض القلب فيه كل عام فكان الدراسة دي ازا مقلت حضرتك كان أثبت فعالية وأمان المضادات التقلط التقليدية بالمقارنة بمثالتها اللي هي الأدوية الحديثة للتقلط الغالية السمن فده يعتبر إنجاز كبير وده هينزل في الجايدلاينز لجمعية الألبر أوروبية هتنشرها هذا العام وده هيكون له مرضوط طيب لصحة أفضل لقلوب البشرية الذين هيعانون من هذا المرض اللي هو رموتزم القلب هل هناك أسباب أخرى يعني حرج ربما يعني ذكرت ان التهاب اللوزتين أو الحلق هو كان سبب أو أحد الأسباب الرئيسية لهذا المرض عدد لنا الأسباب ربما يعني بتشوفها في عادة حضرتك المصريين كيف يشتكون من أمراض القرن ما هي أبرز أو أهم الأشياء التي تجعل قلوب المصريين يعني واهنة أو ضعيفة طبعا عادة أسباب بدايتها التدخين ده يعني يريد نقول لكل واحد أن التدخين ده ممكن يوصلني للعناء المركزة فإذا كنت عايز نخش للعناء المركزة دخن لأنه ده بيأثر على الرشاء الواقل اللي إيه للأوعية الدموية وصلني الشرين التجاية السمنة العادات الغذائية الغير سليمة احنا مقعدناش بنمشي بنمشي احنا بنركب على طول حتى من مسافات بسيطة حتى في القرية المصرية أصبح جوة القرية فيه بيركاب التوكتوك آه كويس ده مش ده بس كده حتى لو روحت منتجع أو الحاجة كنت تمشي شوية بقى فيه جولف كار هي للأسف الشديد بقى يعني بقيت عادات احنا عادات سيئة الزبط الأكل بتاعنا اللي هو والينزيت والجنفود والحاجات اللي هي فيها دهون زيادة وأنا بشوف الشباب الصغير وقفين على مقبل عليها جدا مقبل عليها بطريقة رهيبة وده غلط أكل السكريات بزيادة النرجع بقى للإيه لإيه إحنا غوين ملح أكتر من خمسة جرام ملح في اليوم ودي توصية من مظامة الصحة العالمية ممكن يدمر أربعتاشر في المية من عضلة القلب سكر الزيادة النوم احنا مفروض ننام من ستة لثمان ساعات طب نمنع أقل من كده ده خطر على إيه على عضلة القلب نيجي بقى لحاجة مهمة جدا النكد يعني يا ريت زي ما قلنا ما ندخنش ما ننكدش على بعض خيس كل التوتر وزيادة أدرينالين زيادة ضربات قلب زيادة ضغط دم تأثير على الشرين التجاية نوصل لزبح نوصل لغلطة زيادة الأدرينالين يعني لو في الناس اللي بتشرب مثلا قهوة كتير أو مشروبات الطاقة كتير ده غلط آه يعني احنا نشرب قهوة يعني يعني فنجان قهوة في اليوم ولنما ما نزودش عن كده كويس برضو شي آه واحد كفاية كويس دابل ولا سانجل والله يعني نشرب الفنجان براحتك بس هو واحد آه بس آه يعني ما نزودش والناس اللي هي عندها فعلا يعني أنا ممكن تشرب فيه ناس تشرب قهوة والضربات قلبها تزيد يعني ومرة يقولك القهوة كويسة ومرة مش كويسة أنا برضو مش فاهم القصة دي آه ده حسب كل واحد ده فيه individual variation صحيح فيه ناس عندهم عرضة أو عندهم يعني هما حساسين بزيادة يعني الشخص الحساس ده لازم نعمله أنه يتجنب العوامل والخطورة دي وعنا جايز لنا كمبادرة سلامة قلبك مع قعد طيورنا المهاجرين كتور محفوظ الشهاوي ده رئيس جمعية القلب الأمريكية لطب القلب الوقائي أنه إحنا زي الشباب بتاعنا من بدري نعمل اكتشاف مبكر هل ده عرضة أنه يجيله أحد أمراض قصور الشرعين تيجي زبحة صدرية أو جلطة أو لا على أساس أنه نحن نوصل إزاي نقيه وإزاي نحافظ عليه من العوامل الخطورة أو أنه نعرف إيه الأسباب اللي ممكن دكتور علي إزاي الدراسة دي هتفيد البشرية ده يمكن حاجة من الحاجات اللي احنا مهتمين أو إنه نعرفها بزيطانية فعلا دراسة مهمة جدا هتفيد البشرية إنه خلاص هتنزل في الدلائل الأشيادية يبقى كل أطباء القلب في العالم اللي بيتابعوا مرضى روماتزم القلب مع الزبزبة الأذنية ده خلاص هيبقى هذا العقار بيوصي به إنه هو آمن وزوف عليه يبقى له مرضود طيب على صحة قلوب المرضى روماتزم القلب ودي حاجة مهمة جدا جدا اللي احنا كل يوم فيه جديد على فكرة في الأمراض القلب وزي ما قلت لحضرتك لما يكون اسم مصر موجود في سماء برشلونة أعتقد وأن تكون على خريطة البحث العلمي على مستوى العالم إزاي نبني بقى على ده إزاي نستغل ده في البحث العلمي المصري بشكل عام ونبني على ده بحيث أن يبقى عندنا كوادر مهمة جدا في المجلات العلمية ده كان فعلا دور مهمة جدا جدا تم إنشاء شعبة للبحث العلمي في جامعية القلب المصرية اللي بيرقصها لأستاذ دكتور إسلام شوقي مع علمائنا الأفاضل في جامعية القلب والأستاذ دكتور خليط شكري والأستاذ دكتور سامح شعين والأستاذ دكتور محمد صبحي مجموعة بتهتم بهذا الموضوع وجايز نقدر نقول إن فيه مؤتمر إن شاء الله في 8 سبتمبر القادم في القاهرة لجامعية القلب المصرية كارديو ديلتا هذا المؤتمر بيهتم بالبحث العلمي ويكون أول إنجازات هذا المؤتمر هو الحديث للأطباء المصريين عن هذه الدراسة اللي إن شاء الله سيقدمه لنا شريكي في هذه الدراسة الأستاذ دكتور صحيح فتح مقلدي صحيح أستاذ القلب ونقدر نقول إحنا فريق عمل كامل معنا إزا ما قلت حضرتك أستاذ كون سلام هنا غريب أستاذ من أصل العيني تكتور أستاذ من عين شمس سامنة من من حيهم كلهم أنا شايف أنا أحنا مش واحد فقط صحيح لكن 34 باحث صحيح صحيح أنا بشكر حراك جدا للأسف يا الشديد بس موعد مجز الأنباء إحنا بنشكرهم واحد واحد ومن يعني من قلبنا بنشكرهم على هذه الدراسة الخاصة بقلوب المصريين ونتمنى أيضا مزيد من التوفيق للبحث العلمي المصري بشكل عام والأطباء المصريين مشاركين في هذه الدراسة شكرا لك دكتور علاء الغمراوي يستشاري أمراض القلب على حوارك ما نفسه شكرا شكرا جزيلا